نشر أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعا لمصور على منصات التواصل الاجتماعي عن اقتحامه رفقة جنود آخرين منزلا في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة واعتقال طفل فلسطيني وتنكيل به أظهر المقطع اقتحام جنود الاحتلال منزلا في حي داود واحتجاز عائلة ومن بينهم طفل معصوب العينين مكبل اليدين يأتي ذلك في ظل اعتقال قوات الاحتلال أكثر من سلاسة ألاف وتسعة من الفلسطينيين من بينهم 635 طفلا من أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي